موسيقى 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 بعض الناس يقول لك مسلم ربما يصلي ويقطع يقول لك يا أخي سبحان الله لا أحتمل حتى أن أستمع للقرآن كثيراً يضيق صدري لا إله أعوذ بالله نعوذ بالله من الشقاء نعوذ بالله من الخذلان يقول لك أن شرح وأفرح مشتعد حين أسمع الموسيقى والغناء والطبر والكلام الفارق هذا أجلس بالسهات لكن أفتح قرآن ضيق صدري مسكين علامة والله يا أخي من أسوأ أنت حين تخرج لك بثور أو تطبعات حمراء أو غيرها تخاف جداً تخشى أن تكون سرطان أو علامة منذرة بأمراض في الكبد تهرع إلى الطبيب المختص مباشرة يا رجل هذه علامة أخطر بكثير والله العظيم هذه علامة أخطر بكثير من كل هذه العلائم والأعراض البدنية نهايتها ماذا؟ هلاك البدن لا بأس كلنا سنموت إن عاجلاً أو آجلاً ما من أحد مخلّد لكن إن نجت الروح والنفس ونُعِمت فليهلك البدن البدن مثل هذا اللباس البسوا ونخلعه لا بأس لكن إن هلكت الروح ما هذا يفيد أن يعيش البدن مئة سنة مناعماً مئة سنة؟ مئة وخمسين؟ من يعيش مئة وخمسين؟ ثم ستاهلك؟ وبعدين إلى الشقاء الأبدي نسأل الله أن يتمم علينا عقولنا أفلا تعقلون؟ الإيمان يريد عقلاً عقلاً حقيقياً رازقاً لكن هذا كله 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 تختصره هذه القذفة من النور الإلهي اللهم نورنا وافسح صدرنا بالإيمان واشرحها يا رب العالمين الصحابة شوفوا أذكى من أن يكتفوا بهذا الجواب الجامع المانع أرادوا ضابطها فهمنا أن الله إذا قذف وألقى من نوره في صدر عبده انفسح فهمنا لألا نقع في التواهم يظن الإنسان أنه من الذين شرح الله صدورهم بالإيمان وللإسلام لألا الصحابة أذكية جداً يتهمون أنفسهم ويفتشون أنفسهم على الدوام أرادوا ضابطة يعني معياراً نسباراً أرادوا ضابطة بها يُعرف بها يُعرف حقيقة استنارة الصدر من إظلامه هل حصل أن الله ألقى في هذا الصدر من نوره؟ انتحدوا لي والله سؤال عظيم جزاهم الله عنا خير جزا الله أصحاب محمد صلى الله على محمد وألي محمد ورضي عنهم بما سألوا هذا السؤال عنا وعن أمة محمد خيراً أفدون علماً جماً أشوفوا مرة أخرى معلم الأكوان معلم الدنيا ومن فيها الخير؟ قال نعم سألوا يا رسول الله وهل لهذا من علامة؟ هل لذلك من علامة؟ طب في علامة نعرف أن الله ألقى من نوره في صدري أو ما ألقاش يا رسول الله نور أن نعرف مسألة جد أهم مسألة هذه أهم مسألة أن نكون من أهل الله أن نكون من أهل عنايته عني بنا قال نعم مهرة الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور ينيب يعود يرجع الإنسان إلى ماذا؟ إلى طلب الآخرة إلى طلب ما عند الله بصير التحدي والجهد والوكد والعمل ماذا؟ فضوان الله والنعيم المقيم الأخروي والتجافي عن دار الغرور الدنيا دار غرور دار كذب دار أحلام دار أهام بعض الناس سينبعث الآن للأسف الشديد ليقول هو هذا هو هذا الذي أضر بدنيانا وربما بديننا تدعون الناس أن يتركوا الدنيا ويزهدوا فيها ويتركوا من قال هذا؟ هل القرآن قال هذا؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ فإذا قضية الصلاة؟ من قال هذا؟ الصحابة كان بعضهم من أصحاب الملايير الذهب عندهم والفضة كانت تجرف بالمجاريف بعضهم زرع في بستانه عشرة آلاف شجرة خير بستان عشرة آلاف شجرة؟ من قال هذا؟ لا 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 إياك أن تعترض على دين الله قبل أن تفهم الحقيقة الآن ستسمع نظرية هي حقيقة على فكرة حقيقة قرآنية ونبوية والله العالم كله يحتاجها لكي يسعد ويستقر والعالم شقيه اليوم العالم شقيه وكما نقول دائماً على كف عفريد نحن الآن على فكرة كما تعرفون وتتابعون في أي لحظة يمكن أن تثور حرب عالمية ثالثة أو رابع إذا اعتبرنا الحرب الباردة هي حرب ثالثة هم يكون هذا في أي لحظة وسيموت عشرات إلا من يكون مئات الملايين وربما ملايير مليار لا نعرف عالم شقي عالم شقي بعيد عن الله مقطوع مبتوط الصلة بالسماء و بالله فهو شقي يتخبط في الدين في الإسلام في القرآن في الهدي المحمد صلى الله على محمد و ألي محمد عمل الدنيا يمكن أن يطاول عمل الآخرة وليس بالضرورة أنه يعارضه فقط هذا الجواب بكلمة واحدة وما أحلاها من كلمة بمعنى ماذا يا أخواني؟ بمعنى ماذا؟ بالمثال يضح المقال كما يقال أنت الآن تنطلق من المدينة ألف إلى المدينة جيم إلى المدينة جيم فالوسط بينهما المدينة با المدينة جيم هي الآخرة هي الآخرة المنطلق هو لحظتك الزمنية في هذا العالم الدنيوي لحظة أنت فيها زمان و مكان و أحوان و قدرات و إمكانات الآن با بين ألف و جيم ما هي؟ منازل الدنيا أعمال الدنيا الأهداف الدنيوية يمكن أن تعمد إلى با من طريق هكذا من طريق لا تنتهي إلى جيم بالمرة هذا عمل معظم الناس الذين يريدون النجاح و الإنجاز في الحياة الدنيا و حسنة الدنيا و ما لهم في الأخرة من ناصية ما لهم في الأخرة من خلاقة أنا لهم من خير نعوذ بالله من مثل أحوالهم الإسلام يقول لك أنا لا أمنعك مطلقاً إلبتة أن تطلب الدنيا بكل نعيمها بكل علومها بكل إنجازاتها بكل نجاحاتها بشرط بشرط أن تطلبها بنية صالحة أن تبارك هذه الدنيا بهدي الله بدين الله بشرع الله بعبادة الله يعني يمكن أن تصبح طبيباً جراحاً على مستوى العالم لا تطلب إلا محمداً وإلا مغنماً دنيوياً ممكن ممكن أن تفعل هذا وتطلب ماذا؟ رضا الله تبارك وتعالى عبر خدمة عباده ورحمتهم وإزداء النصح والمعروف إليهم نفس الشيء وهكذا قل في كل شيء آخر مما أباح الله مما أباح الله والحمد لله الله ما حرم علينا إلا ما تسوء به الحياة وتتجاهل والله وتنقطع به الوصلات بين الناس والعباد فقط والمحرمات معدودات ثم أباح لنا كل ما سوى هذه المحرمات المعدودات خلق لكم ما في الأرض جميعاً فالأصل في الأشياء الإباحة ولم نرى حتى متفقهاً مدّعياً للعلم يقول أثبت لي أن هذا مباح نقول له الأصل في الأشياء الإباحة أما الدليل نقول له الأصل الأصل وهذا مؤصل في الكتاب والسنة مخالف الأصل هو المطالب بالدليل كل شيء إذا سؤلت عنه قل أظن أنه مباح على الأصل إن قالك أحد إنه محرم قل له يا حي هلم بالدليل أسعدنا بالدليل هل عندك من ديل شرعي موثوق إن أقام الديل على حربته قل سمعنا وأطعنا ننتهي إلى أمر الله ورسول انتهى كل شيء لأنه مخالف الأصل مطالب بالدليل هذا خالف الأصل وقال هذا غير مباح ما الدليل ما هذا الدين ما أجمله ما أكرمه ما أعظمه ما أفسحه دين دين هذا دين إله يا عم هذا هذا ليس دين بشر ما فيه بشر يقدر يعمل دين بالطريقة هذه بهذه الجامعية بهذه المانعية واضح؟ إذن المؤمن يمكن أن يتحرك من منطلقه من ألفه إلى كل أهداف ومطالب الدنيا با لكن على طريق وعلى منهاج ينتهي لماذا؟ بجيم لا إله إلا الله يفوز بالدنيا والآخرة اللهم اجعلنا منهم يفوز بالإثنتين وهذا معنى قول الفلاسفة أن عملين ماء أو شيئين أو غرضين يتطاولان يمكن أن يقع أحدهما في طول الآخر ولا يتعارضان في أعمال تتعارض الدين قال لك عمل الدنيا ليس بالضرورة أن يتعارض مع عمل الآخرة بل يمكن أن يتطاول أن يطاوله يقع في طوله فطاول أعمال دنياك بعملك لآخرتك تكن من المسعودين بإذّ الله تبارك وتعالى وبالعكس الدين يقول لك تقريباً السبيل الأعرض والأوسع والأضمن للفوز بخيرات الآخرة تتمثّل في ماذا؟ في النجاح الدنيوي ليس في القعود والبعد والإنكفاء والفقر والإقلال والجهل والإنعزال وتقول لي هذا طريق الله غير صحيح الله يقول لك الطريق الأوسع والأضمن أنك تخوض في هذه الدنيا بأمر الله وبنور وعلى نور من الله وشرعه وتحقق فيها النجاحات والإنجازات طالباً ماذا؟ مرضات الله تبارك وتعالى وستُبتلى طبعاً ليبلوكم ستُبتلى تُبتلى أحياناً بفشل الحمد لله الذي قدر النجاح قدر الفشل ستُبتلى أحياناً بإفقار بفقر بإتقاء الحمد لله الحمد لله هو الذي أعطى وهو الذي أخذ نُسلِّم نصبر على بلواء الله لا نسخط لا نغضب أبداً أمرها ابتلاءات ويزيد الله تبارك وتعالى بهذا النجاح هُدى والذين اهتدوا زادهم هُدًا وأتاهم تقواهم إذًا الصادق الأبر صلواته ربي وتسليماته عليه وآله قال العلامة التجافي الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور علامة التجافي عن دار الغرور ليس ترك الدنيا برمّتها الإلقاء بها بقرنيها ليس هذا وإنما كما قلنا قبيل القرير وفرنا للتو أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك ألا تكون هي أكبر همك أكبر همي الآخرة لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا الدنيا أكبر هم ومبلغ علم هذا المشركين والكافرين يعلمون ظاهرًا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صفر بل اتدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها أعامون اتدارك علمهم علم واطي سافل لا علم لهم زيروا الله يقول يقول علم هؤلاء بالآخرة صفر ما عندهم أي فلسفة أي فهم أي معرفة بالآخرة ماديون غلاظ قصاء قساء عساء والعياذ بالله تبارك وتعالى واضح يا أخواني